صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قرار رقم واحد لسنة 2016 لمجلس التنمية الاقتصادية بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ونص القرار على إعادة تشكيل المجلس برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديواني صاحب السمو الملكي ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد عمر الرماحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة محمود هاشم الكوهجي السيد سامر الجشي السيد خالد حميدان السيدة إلهام حسن وتكون مدة العضوية بحسب القرار أربع سنوات وتبدأ من تاريخ صدور القرار وينشر بالجريدة الرسمية